أهلا بحضراتكم من جديد المباراة مهمة طبعا مهمة حتى وإن بدأ الأمر للبعض أنك أنت مرتبط بالنتيجة أخرى طبعا مرتبط بنتيجة مباراة اليوم التالي اللي هتجمع الهلال السوداني في ملعبه مع سانداونز الجنوب أفريقي تقول لي إيه الفرص أقولك الأساس أن الأهل بإذن الله تعالى يركز أنه يكسب مباراة القط أنت كسبت مباراة القط ارتبطت ارتباط مباشر باليوم التالي اليوم التالي إيه اللي يحصل لو بإذن الله تعالى سانداونز عمل نتيجة جيدة هي لصالح الأهلي تقول لي هي إيه الجيدة أقولك سانداونز لو كسب الهلال يكفيك الفوز في مباراة القاهرة على الهلال 1-0 عشان تتآهل التالي بعد سانداونز طب سانداونز تعادل تحتاج تفوز على الهلال أنت 2-0 عشان تتأهل فأنت مرتبط ارتباط وسيق بمباراة سانداون لكن الأهم منها فرق هدفين ولا 2-0 فرق هدفين يعني أكتر من هدف لأنك أنت خسرت هناك 1-0 فأنت محتاج تكسب أكتر من هدف بغير كده الأمور مش في صالحك لكن الأساس والتركيز وزي ما ميستر كولر قال تركيز إن أنا أكسب القطن الناس هتتكلم القطن خسران من كل الناس كل المباراة خسرها ببرا وجوه لكن جاي عند الأهلي وهو ده تمان وخيمة الأهلي نفس اللي بيحصل يعني كان متقدم على الهلال خسر بفاول اتشاد برضو زي الجن اللي جي فينا بس يخبط في العرضة ودخل يعني كور من اللي بيتقال فيها توفيق ثم هدف آخر يحقق به الفوز الهلال يعني هناك إذن فريق مش سهل ممكن يعني أحرز في الهلال وكاد أن يخرج متعدلا على الأقل يعني هو مدربه بيشكو إنه اللعيبة صغيرة في السن في خبراتها قليلة لكن زي ما بقول لكم خسروا خسروا الأربع مباريات وجايين مع الأهلي دلوقتي يرصدوا حوافز كبيرة ويتشجعوا ويتحمسوا هي دي قيمة الأهلي وديت الفاتورة اللي الأهلي بتفعها حتى هنا تلقى الفريق إن الفوز على الأهلي يقترب إنه هو بطولة بطولة بحد ذاتها كان من والجزء لي وما بقولها يقول لك خلاص نجيب كاس نخصصها لللي فوز على الأهلي اللي فوز على الأهلي ياخدها ويريح دماغنا هو يعني هي دي ضريبة ضريبة إن أنت تلعب مع الكبير قوي ده الكبير قوي بمناسبة رمضان كل سنة وإنتوا طيبين لكن زي ما بقول لكم إنت عندك تركيز فاروق صراحة كان طمنا على إنه حالة اللعيبة الحمد لله كويسة تجاوزوا أثار المباراة بتاعة سانداونز مستر كولر يمكن فاروق قال إنه هو أخيرا شفناه بتسم وبدأ الراجل حتى في المؤتمر الصحف وإن كان لسه متضايق ولسه مسحات الزعل والغضب من النتيجة لسه على وشه لكن هو راجل محترف وشايف إن الفرصة قائمة بشرط إنه يكسب اكسب وبعد كده ربنا يسهلها سانداونز وكل التصريحات اللي صدر عنه كلها تتحدث عن احترام اللعب النظيف واحترام قيم الرياضة وإنه هيلعب لصالح اسمه وهو الحقيقة عنده مصلحة مباشرة لإنه مبدئيا عايز يواصل سلسلة الله هزيمة يعني بيعلن إنه من مصلحته إنه يكسب علشان يتصدر المجموعة لو تعرض للهزيمة هو معرض إنه يخسر صدارة المجموعة لإنه ما يعرفش الهلال ييجي القاهرة يكسب يبقى هو فقد الصدارة رقم اتنين هيلعب مع أحد تواني المجموعات التلاتة والمجموعات التلاتة الأخرى الأول فيها عربي بكل تأكيد يعني الترجي وبالوزداد لو تقاهلوا والزمالك ما تقاهلش ولو تقاهل الزمالك أو حتى تقاهل المريخ الأربعة كلهم عرب الرجاء في مجموعته والوداد في مجموعته إذن الصدارة في التلات مجموعات الأخرى عربية هو بالتأكيد يحاول يبعد عن استضامات العربية يعني تخليك متطم من سنة وإن كان يبقى نتيجة التعادل يعني تخليه برضو هو الأول أي إنك لازم يكسب عشان نتصدر لأنه إذا جاء الهلال بعد أن يفقد الأهل فرصته ربما تكون فرص الهلال كمان أكتر فيدايقه في الصدار يعني هزا أقول إيه نتمنى كرة قدم نظيفة هي دي الخلاصة